رغم تعدد المبادرات لأن القطيعة بين القوى السياسية لا تزال متسيدة في المشهد العام للبلاد التوقيتات الدستورية كانت أولى ضحايا الخلافات فيما يترقب الشارع والأوساط السياسية حلا يحسم الخلافة ويقرب العملية السياسية خطوة نحو بر الأمان بين الأغلبية والتوافقيات وجه البلاد عقدة سياسية أفرزت ثلاث محاولات فاشلة لانتخاب رئيس للجمهورية أغدت هنا أطاحت بالمدد الدستورية فبعد ستة أشهر من الانتخابات البرلمانية المبكرة يتعقد أحد أهم المسارات الديمقراطية لتشكيل الحكومة المقبلة والمرتقبة ومعما ذهبت إليه القوى السياسية من انغلاق أو صمت عن الحوارات يتوقع مراقبون انفراجة للأزمة عقب عيد الفطر المبارك على ما يبدو هناك بعض القوى السياسية لديها نواية ولديها قصد حقيقي بتعطيل انتخاب الرئاسات الثلاث رغم انتخاب رئيس البرلمان والنائبي وهذا ينعكس سلبا على حياة المواطن العراقي الذي ينتظر موازنة وينتظر تعيينات ووظائف من قبل الحكومة المقبلة والبرلمان الحالي أنا أرى بعد رمضان أو بعد العيد سيكون هناك نوع من الانفراج رغم هناك انغلاق حقيقي بين الإطار والتيار وبين الديمقراطي والاتحاد الوطني لكن عندما يتفق أحدهما مع الآخر سوف يتم الذهاب لاختيار رئيس جمهورية وانثم يكلف شخص ليكون رئيس وزراء وكابين وزارية وقد أخذت الآثار السلبيتون عكاسة الأزمة السياسية بالظهور على المستويات الأخرى كالأمنية والاقتصادية واخذت تهديداتها بالتماثل مباشر مع حياة مواطنين فيما يرى خبراء القانون أن استمرار الخلافات بين الكتل السياسية يعني استمرار التجاوز عن المدد والسياقات القانونية كلما طالت مدة الأزمة السياسية وأولا يكون هناك قفز على مواد الدستور وعلى توقيت هذا الدستور وقد تكون هناك مشكلة في أكمال متطلبات انتخاب رئيس الجمهورية وبالتالي ترشيح وفق المادة الستة وسبعة مرشح الكتلة الأكثر عددا وتكليف رئيس الوزراء الجديد من أجل تقديم كابينة إلى آخر وهذا بالتأكيد نعكس على الوضع السياسي الوضع الاجتماعي الوضع الاقتصادي بالبلد ومع هذه المعطيات تستمر بعض القوى السياسية بطرح المبادرات التي من شأنها انهاء القطيعة بين أقطاب العملية السياسية بعد قناعتها بأن جلوس الجميع على طاولة حوار واحدة هو السبيل الانهائي الأزمة السياسية ستة أشهر من المناكفات بين القوى السياسية أخذت آثارها بالتجلي على الشارع العراقي يخشى أن تمتد لفترة أطول وتزداد تعقيداتها مصطفى الوش الرابعة بغداد